طبعا كل دعواتكم بالخير إن شاء الله لكابتن محمود الخطيب يرجع بألف سلام رعاية النادي الأهلي والنادي الأهلي عندما يضع حقوقه ورعايته أكيد يعلم ويقدرها النادي الأهلي دايما مختلف جدا في رعايته ودايما ليه وضع مختلف لأنه يستحق اللعيب اللي بيدخل النادي الأهلي ويرتدي القميص الأحمر لو قعد على مقاعد البدلاء وأيا كان المكان أو النادي اللي جاي منه مع احترامه وتقديره ومشي من النادي الأهلي لو لم يلمس الكرة بقى ليه سعر تاني خالص بقى لعيب طالع من النادي الأهلي المدرب اللي بيضرب النادي الأهلي وقوة ما فيش مدرب درب النادي الأهلي ما خدش معاه بطولات قبل ما ييجي النادي الأهلي شوفه كان وضعه ايه وبعد ما درب في النادي الأهلي بقى وضعه ايه وضع طبيعي اسم النادي الأهلي الكبير والبراند الكبير بتاريخه العظيم وبطولاته وانتصاراته وجماهيره وعشاقه يساوي كتير قوي 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 زي ما بقول لكم اللاعب اللي بيدخل من بوابة النادي الاهلي بقى ليه وضع مختلف تماما مدرب اللي بيدرب النادي الاهلي بيبقى ليه وضع تاني خالص الراعي اللي بيرعى النادي الاهلي بيبقى له وضع تالت خالص اكاديمية الاهلي في الكويت فيها مثل بسيط يؤكد كلامي الاكاديمية كانت رعايتها في الفترة الاخيرة يعني تلات سنين بتلاتة مليون جنيه النادي الاهلي لما جهه ومجلس ادارة النادي الاهلي لما جوم يجدده خلال الساعات اللي فاتت اكاديمية النادي الاهلي اتجددت برؤية مجلس ادارة النادي الاهلي وقيمة النادي الاهلي فاتجددت بتسعة مليون جنيه مع نفس التوقيت الزمن يعني تضعفت تلات مرات ووضع في الاعتبار ووضع في الاعتبار مع التجديد لتلات سنوات انك بتراعي البعد الوطني والسياسي والعائلي والاجتماعي في عائلة الاهلي وان اسم الاهلي يكون موجود في الكويت ويكون فيه اكاديمية في الكويت فده رسالة واضحة جدا رغم انك رأيت كل الابعاد اللي انا قلتها البعد الاجتماعي والبعد السياسي والبعد العربي والبعد الوطني عائلة النادي الاهلي اللي موجودة في كل حتة ومع ذلك تضعفت الارقام تلات مرات هذا المعنى يؤكد ان رعاية النادي الاهلي لها منظور خاص وطابع خاص ومضمون يدركه مجلس ادارة النادي الاهلي ويحققه مجلس ادارة النادي الاهلي لان المرحلة الجاية مرحلة كبيرة وفي تطلعات كبيرة جدا ويجب ان يكون الجميع على قدر التوقيت والقيمة الكبيرة التي استحقها جماهير النادي الاهلي واسم النادي الاهلي ايضا ورعاة النادي الاهلي عودة الجماهير لاستاذ القاهرة انا بقول لكم من خلال معلومات مباريات الافريقية الجاية للنادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله المباريات الافريقية الجاية للنادي الاهلي الاتجاه إلى عودته لستاد القاهرة وتواجد الجماهير في استاد القاهرة وإن شاء الله تكون المباراة الأفريقية الأولى للنادي الأهلي المقبلة على ملعب استاد القاهرة وبحضور جماهير الأهلي الكبيرة اللي بيكون لها مفعول السحر كما أنا عايز أقول لكم سريعا بقى من بعض الأخبار اللي معايا إن لجنة الكرة والجهاز الفن بدأوا بالجلسات في التحضير لصفقات الموسم المقبل بعد الجلسة اللي حصلت بين الكابتن محمود الخطيب وبين كابتن حسام البدري وبين الكابتن سار عبد الحفيز وتم فيها وضع التصور الكامل لفترة المتبقية والموسم الجديد والإعراض وحسم الإعراض ومن هيرجع ومن مش هيرجع ومن اللعبة اللي هترجع وصالح جمعة رجع ولا لا وأنا بقول لكم بشكل كبير إن صالح جمعة بشكل كبير هيكون موجود دا اكتهادة أنا بس عشان تبقى أنتوا إيه يعني دي مش قرارات دا اكتهادة دي رؤيتي للمشهد كمان الحديث عن الصفقات مهمة تشارك يكون لها هدف وتواجد مع الفريق كابتن حسام البدري واحد بقول لكم من المنظرين الفنين الكبار جدا فرقته عارفها عارف وبيدعم ازاي عارف إلي ناقص الفرقة عارف بيجاهز إيه وكانت يعني كلام الكابتن حسام على التدعيم في خط الدفاع وفي خط الوسط كلام كتير جدا فترة الجاية هنقوله لكم عن الصفقات والتدعيمات لكن دايما أنتوا عارفين إن كل كلام بنقوله بنقوله في أوانه وكل أوان وليه كلام وإحنا بنتكلم برضو على اللعيبة ومنها يرجع ومنها يجي أكيد لعيبة اللي في السعودية عليها كلام كتير جدا لهذا الموسم عملها في الدوري السعودي التجربة دي دوري انتهى وأكيد عايزين نبص على التقييم لهذه التجربة تقييم للتجربة دي مفيد جدا وزي ما كل الناس اتكلمت فيها وكلمناكم فيها هنا قد ايه كمان أداء النادي الأهلي وثبات تشكيلك وظهر بشكل مواس كمان اللعيبة انت شفتها على أرضية الملعب بتقدي بشكل ازاي بعيدا كمان عن قيمة المالية الكبيرة اللي تمت الاستفادة بيها من خلال الأعرى اشتركوا في القناة